فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية والحدود جمع حد وهو عقوبة مقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع فيها هذا هو الحد وحدود الله يراد بها محارمه ويراد بها أيضا تشريعاته في الحلال والحرام وهي المقادير التي حددها الله سبحانه وتعالى لعباده هذه هي حدود الله ومنها العقوبات التي نحن بصددها فالحدود تطلق ويراد بها المباحات قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها وتطلق ويراد بها المحرمات قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها وتطلق ويراد بها العقوبات وهي ما نحن بصدده الآن مثلا حد الزناء كما في هذا الحديث حد الزناء بالنسبة للبكر هو الجلد جلد مئة وتغريب عام قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وجاءت السنة بأنه يغرب سنة عن بلده حتى يتبدل حاله ويتغير سلوكه إلى الأحسن وأما إن كان ثيبا وهو من وطئ في نكاح صحيح الثيب هو من سبق له أن وطئ زوجته بنكاح صحيح فهذا وهما بالغان عاقلان حران فهذا هو الثيب وهذا جاءت السنة المتواترة لأنه يرجم بالحجارة حتى يموت وجاء هذا في القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه كما في قوله تعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم فحده الرجم إذا كان ثيبا يرجم بالحجارة حتى يموت